خلالنا ننتقل إلى منتخب مصر وفوزه النهاردة بهدفين مقابل أشياء كابتن في مباراة يعني حنتكلم عنها فنيا ولكن مباراة جيبوتي وفوز 6-0 ثم هذه المباراة وفوز بهدفين مقابل أشياء اعتلاء قمة هذه المجموعة لحين بقى المباراة القادمة اللي حتبقى في السنة الجاية إن شاء الله لسه قدامنا سنة لغاية لما نلعب المباراة القادمة وبالتالي 6 نقاط من مباراتين وهو الأحد طبعا مبروك للمنتخب مصر مبروك الإدارة مبروك لجمهور مبروك لنا كلنا طبعا إن شاء الله هو النظام الجديد بأنك تعمل تسع مجموعات وتأخذ على رقص كل مجموعة أو المجموعة ده نظام جديد طبعا أعتقد أن كل الـ 52 هو الاتحاد الداول والاتحاد الأفريقي عملوا نظام جديد عشان كل ناس يموجود في الصورة إحنا أنا اللي عاوزه إن شاء الله من بركتوريا إنه هو ينظم أموره بالنسبة للقادم إحنا إن شاء الله يتعالى أنا ممكن أقولك دلوقتي التسع مجموعات مين اللي هيوصلوا كسعالم معروفين طبعا إن شاء الله مصر بإذن الله بنسبة إن شاء الله 100% بإذن الله إن إحنا طبعا إحنا الأفضل إحنا القدرات إحنا كل حقا كويسة مصر الفوارئ كبيرة جدا مع كل اللي في المجموعة مع احترامي الشديد لكل في المجموعة لا كرة ملاش كبيرة لكن لا مصر حاليا بتعيش فترة مهمة جدا في حاجات كتيرة جدا منها القدرات إن أفضل أنت ممكن تعمل منتخب واثنين وثلاثة من القدرات اللي عندك ومن اللعيبة اللي موجودة أكتر فترة يا إسلام فيها لعيبة محترفة بشكل كبير وماشاء الله هي الفترة دي فنعاوز أقول إن الرجل مبخوط ومحظوظ لأننا أنا هنوصل إحنا عاوزين نبص إنت قلت حياتك 26 بأمر الله تعالى زي تكاس أمم موجودة هو ده الأعمق والأهم في إن أنا أعمل فيه إيه هردت بأمري إزاي في الأعمار والتدوير وخبرك هو ده إن شاء الله ما فيش مشكلة بإذن الله تعالى إن شاء الله في صعودنا لكاس العالم لكن إحنا عاوزين نروح كاس العالم لنعمل ليه في كاس العالم هنعمل ليه في كاس العالم هنعمل ليه في كاس الأمم هو ده لو فيه أعمار أزبط أمير في أعماري لأن برضو أدخل أخرج حاجات كتيرة جدا على الورق لازلت ما موجودة بالنسبة للبرنامج القوي من تاع بوتوريا هو ده اللي موجود إحنا طبعا جيبوتي وسيريليون برضو مع احترام بوعات كل البعد يعني إحنا بقل الأليل بقل الأليل بقل الأليل بتكسبها دي حقيقة بره جوا فهو طبعا راجل عام ماتشين كويسين خرج بعض الناس رايح بعض الناس معافرة جبيرة جدا قدرنا أن ناخد ست نقاط مهمية جدا في بيضات المشوار وده شيء مهم جدا جدا إن شاء الله وأعتقد أن مصر بأمر الله إن شاء الله هتكون يعني يعني هي هو الفريق المرشح بقوة أنه يبقى موجود في كاس العالم القادم إن شاء الله ولكن يجب علي تدرك بعض الأخطاء لأنه في النهاية زي ما حضرتك قلت لما نجي نتكلم من الجانب الفني بقى جيبوتي وسيريليون في التصنيف أقل منك بكتير وبالتالي هم مباراتين يعني كانوا بالنسبة لنا كانوا مضمونين بستة نقاط مضبوط فالأخطاء اللي حصلت سواء في استدعاء بعض اللاعبين سواء في استبعاد بعض اللاعبين أو الأخطاء اللي حصلت الفنية في المباراتين من وجهة نظرك يجب أن يتم تدركها أه طبعا هو بالشغل على السلبيات فيه سلبيات فيه إيجابيات بس هو زي ما قلت إحنا بفضل الله تعالى بنشغل على السلبيات معنى إحنا كسبانين المطشين وزي ما قلت يا سلام دول فرق طبعا تصليفهم بعيد جدا كل البعد إحنا مع الفرد الصغيرة لازم يبقى هو السيستم متاعه لازم هو يساستم التيم بالنسبة لشخصية منتخب مصر إيه اللي أنا أعمله يساستم العقول حاجات كتيرة جدا هو الرجل لازم يشتغل عليها الطريقة اللي أنا أشتغل بها في كاس الأمم الطريقة اللي أنا أشتغل بها بإذن الله تعالى في كاس الأمم بإذن الله تعالى بثبت شخصية منتخب في كرته في بنتاعه في إبهاره في كرة القدم الحقيقية اللي إحنا عاوزينها طبعا يعني أكيد في سلبيات زي ما فيه إيجابيات كتيرة جدا موتوريا مساعد لإيجابيات كتيرة جدا منها أنه كسب بعدد كبير جدا من مباريات منها أن محمد صلاح خد لقب هدف التاريخ حاجات كتيرة جدا منها أنه منتخب مصر عدد قاع حاجات كتيرة جدا آه إيجابيات لكن إحنا عاوزين نشتغل على السوابت صوابت النهاردة أنا شاف الصوابت بالنسبة لمنتخب مهمة جدا الشغل عليها حاجات كتيرة جدا هو مبخوط لأن المدرب لما بيجي وربنا بسهله بيكلم وبيلاقي لعيبة وقدرات وعداد كبير جدا وفي نفس الوقت تصفيات سهلة بابدع واتقلق وعمل اللي أنا عاوزه دي حقيقة فالأمور مش هزال الفل معه أنا أبدع بها واتقلق ونظم أموري إذا كان النهاردة طريقة 3 3 3 سبتها 4 2 3 1 أنظم أموري وأجرب 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 لأن أنت كل الأمور ماشية في الطريق السليم الحمد لله وأمورنا سهلة جدا إحنا النهاردة مثلا نشتر الأول مثلا وهم إحنا ما عندناش غير هذا صحيح إذا وصلوا على المستوى الفردي راعوا بأكتر من فرصة على المستوى الفردي طبعا التيم قليل جدا ومدربوا مبفكرش كويس مع منتخب مصر إذا بدأت منتخب بقيمة منتخب مصر قيمته كبيرة جدا يبتدي من التلت الأولاني عشان يضغط عشان يروحوا على الجولة يعني في حاجات قصدي إنما هو على مستوى الفرد عنده بعض من اللعيبة اللي بتاعها تمسي كرة وبطروح على الجولة ومع ذلك الشوت التاني اتفتعوا طبعا اتطرد واحد من عندهم احنا بفضل الله تعالى الخبرات والأخطاء هي اللي قدرتنا وصلتنا لهدف التاني لكن كممكن جي بالتالت وهو كممكن هم يسجلوا في بعض من الأوات كانوا على فترات بس هم على مستوى الفرد يا سلام لأصده إن الحجم بتاع القدرات اللي موجودة بالنسبة لمصر كبير جدا الحلولة كبيرة كتيرة جدا عندك أخطاء طبعا دفعا فيش كانت ما عندك أخطاء إنما هو لأصده إن الرجل يشتغل على ده احنا عاوزين الشخصية اللي نقدر بقام الله تعالى تقابل بها الفرق القوية بأمر الله وإحنا قدام الفرق القوية أعتقد إن احنا بمكواسين جدا قدام الفرق القوية بنزر المتشاطة اللي زي دي صح؟ شخصية المنتخب مع الفرق القوية ظهرت بالشكل أعمق فنيا قدرت إنك توصي إنك تروح لك شكل عندك أفراد عندك جماعية في الأداء عندك شغل هو الرجل بقى لازم يشتغل لديه بإذن الله تعالى عندنا بطولة مهمة جدا أمم أفريقيا إن شاء الله ودي قوية وهي دي هي دي المخياس يا سلام إننا راحشا إن شاء الله أرجع بكاس بعون اللي في وسط باي فرق من وجهة نظر حضرتك في وسط هذه المنتخبات هتلاعب طبعا في المجموعة منتخبات أقل وكذا وكذا ولكن في النهاية لو وصلت هتصل لدور التمانية مثلا هتلاعي التمن في المنتخبات اللي موجودة أقوى من بعض طبعا هل مستوى منتخبنا بمجموعة اللعبين الموجودين بالمستوى اللي حضرتك شايفوا في المباراتين بعيدا عن مستوى المنافس هل المنتخب مصر قادر على المنافسة على بطولة كاس الأمم الأفريقية في ظل الكلام اللي حضرتك قلته ده كله يعني حالك قلت كلام إيجابي كتير جد آه طبعا إحنا عندنا اللي نقدر ننفس به إحنا بقال للقليل يا سلام النهاردة بتسلم بتكسر بقال للقليل وبقال اللي موجود خلي بالك وبفردة أو اتنين أو تلاتة خلي بالك منتخب نهاردة مسترزجيه الشيناوت دول نجوم البرى مع أن صراح النجمين الأول يعني صراح مش هو صراح اللي نقضب وقال حاجات كيف لكن أنا شايف أن هنا عندنا المنتخب وعندنا الأفراد وعندنا الأعمار وعندنا الشباب وعندنا الخبرات اللي تقدر تعمل بها منتخب رايح تقدر تنافس به طール عمر الشمالiyorum بيعملوا حساب لمنتخب مصر كنا بنكسب الفرق اللي وصلت لكاس العالم يا سلام لحد داخل اللحظة البطولة اللي فاتت احنا كسبنا كل المنتخبات اللي موجودة القوية اللي حتى بيما فيهم لكى نوصل كاس العالم فالحاصل لا منتخب مصر منتخب كبير جدا قادر طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم الأزباد توفيق مهم جدا هو الراجل واضح أنه هو موفق وإحنا خلي بالك الفئة الكبيرة اللي عبناها والديان كسبناها كسبناه منتخب الجيك الجزالة عدلت منا في الديئة 91 وإحنا بعشر أفراد وماتش ودي اتغربنا من تورس أبس يعني موارد فالله أصده أن لا أنت عندك منتخب تقدر تنافس به كويس وعندك أفراد وعندك خبرات دلوقتي موجودة على على مستوى تقدر تطمئن بإذن الله تعالى هو ده اللي عاوزينه من فتوريا أنه هو ينظم الأمور الانسجام والتفاهم طبعا الإبداع الشغل بها في أننا أبقى موجود ورايح بإذن الله تعالى وعقلية اللعب المصري في أننا بإذن الله ألعب على كاس البطولة هو ده مصر هي دي العالية هي دي بأمر لها القدرات اللي عندنا